لو على الانتقادات فانت راجل كنت حاكم دولي كبير وحكمت في كاس عالم واكبر حاكم واهم حاكم في مصر فترة من الفترات ولغم كده انت نفسك كنت طول الوقت انتقادات يمين وانتقادات شمال حتى لو بشتغل انا كنت بقول في بداية الحلقة انه احيان الانتقادات بتبقى للحاكم بمنطق انه ايه ارمي الفوته على الحاكم الحاكم هو اللي غلطان وانا معمتش حاجة غلط كفريق للمدرد بقى ولا لعيبة ولا قدارة وانتقاداتها والحاكم اللي غلطان فدائما كده 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 الحكام هينتقادوا حتى لو اشتغلوا كويسة كابتن جاي لا هو النقد ده ما موجودة طول الوقت احنا شغلنا كتحكيم موجودة طول الوقت لكن في الاخر بتتكلم كناس بتتكلم على لقطات تحكيمية دي بقى فقرة تحكيمية ونتكلم على تحكيم هنتكلم على لقطات تحكيمية وقرارات صحيح وبالتالي احنا منتكلم على الناس اللي بيقولوا في الشارع حاجة والحنا منتكلم فيك يا قانون وشغل التحكيم في الملعب هو ده الاهم وبالتالي لما منتكلم على على اداء الاداء هو بيفرض نفسه انت ممكن وقت من الاوقات انت مندام التحكيم وعلى الحكام لكن الحكام هيفرضوا كلمتهم باداءهم ايوة وبالتالي لما بتأدي في الشارع في مطشطك الشارع نفسه هيتغير معاك مع اداءك مع سبات شغلك وبالتالي كل ما بيع لأداء التحكيم هتلاقي كل حاجة دي ملموسة في الشارع صح لو معايا مدرب او معايا لعب سابق بسأله المدرب بسأله مين افضل مدرب الموسم الماضي واللعب بسأله افضل لعب الموسم الماضي انت بالنسبة لك افضل حكم ادى الموسم الماضي لهم مجموعة حكام اني نراتبهم من واحد يعني مش اقول الترتيب عشان بس يعني ما نخش موضف في بس هو مستوى يعني مستوى احنا فيه مجموعة حكام عملهم موسم مثلا لما يجي راعب يقول لي فلان الفلان كان احسن لاعب عشان هو كان احسن لاعب لا لا فيه مجموعة حكام فعلا يعني اي حد في الشارع مش اولك الجهاد او احد في تحكيم اي حد في الشارع يتكلم هتلاقي الناس دي قدد موسم كويس زي مين هتقول بدون ترتيب محمود البنة امين عمر محمد الحنفي فيه برضو محمد عادل فبتتكلم اربعة خمسة زهريم معاك زهريم معاك بصورة بصورة كويسة ده بكامعة دوليين فيه الدرجة الاولى برضو فيه مجموعة برضو اشتغل كويس عبازيس السيد عمل موسم موسم هايل وفيه نادر امر الدولة اللي معادل ماتش بس اللي اخطأ فيه ده بس اللي عمل موسم هايل برضو بنتكلم بمتال امانة فيه ناس سمعت معاك في الموسم ده احسألك سؤال بس اقلولك دايما بصورة وهكرره كل شوية عشان دايما عندي فيه تحفز يعني هل التحكيم في مصر اسرة يعني دايما نسمع عن جملة اللي هي بتاعت اسرة التحكيم في مصر هال اسرة هل هي متربطة هال الحكام بيحبوا بعض هال الحكام بيساعدوا بعض هال ناس اللي بتبقى موجودة في اللجان بتساعدها الناس من بره والعكس سعيد بيشيدوا بالناس اللي بره ولا لأ هي موجودة الاسرة موجودة لكن الخلافات موجودة في زي اي مجال يعني اي مجال ممكن تلاقي خلافات بين الافراد اللي موجودة فيه مجال التحكيم نفس الكلام فيه ناس بتحب بعض أو ناس كبيرة بتحب بعض وعلى علاقات كويسة محترمة جداً ببعض وفيه ناس على خلافات مع بعض عادي جداً ده على فكرة موجود في التحكيم وفي أي مجال تاني فالأسرة موجودة آه الخلافات أحياناً موجودة وأحياناً فيه ناس بتعاف مع بعضها عشان تنجح فكل شيء موجود